ونرحب باسمي واسمكم بفضلية الشيخ حيثة بمحمد صرحان حياكم الله شيخنا وباركة فيكم شكرا الله خير الله حسنين لكم شيخنا الله حسنين لكم لو قدمتم لنا الله حسنين لكم بمقدمة حول علم الفرائض وأهميته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله وفلا مظل له ومن يظل الفلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله والله شيخ العلم هذا علم سهل بسيط جدا وأنا أحث يعني الطلاب على أن يقدموا على هذا البرامج دراسة علم الفرائض يعني سهلة جدا نحتاج فقط إلى أمرين يعني نتفق الآن قبل أن نبدأ نتفق على يعني برنامج نسير عليه الحفظ أولا لابد نحفظ مثلا أصحاب النصف خمسة تحفظ الزوج متى يأخذ النصف كذا كذا إذا حفظت هذه الأشياء يسيرة أشياء يسيرة ممكن صفحتين هذا الأول حفظ ثانيا تمارين لابد دائما ورقة وقلم أترك الجوال أترك الأيباد تكتب دائما تكتب التمارين الآن الطالب عندما يراجع مثلا عنده اختبار مثلا في الرياضيات هل يمكن يراجع نظري يقرأ في كتابه وكذا لا بد يطبق لا بد مسائل مسائل تجعل المادة هذه ترسخ فعندنا أهم شيء عندنا في الفرائض الحفظ وحل التمارين ومثل ما قلت لك أنه أحد السلف جاء إليه رجل قال علمني الفرائض قال ما هو تجيرانك لا بد يطبق على أحده لا بد يطبق ولهذا يقول لا تعلم الفرائض لزوجتك لا أول شيء تطبق عليه أنت لا فأنت الآن يا أخي أضبط هذه المسألتين ينتهي الأضر طيب اتفقنا إذن إذن إحنا سنسير إن شاء الله تعالى على طريقة وهي الحفظ والتمارين تمرينات كل ما تكون أكثر كل ما يكون أفضل لا يوجد عندنا مسألة في الفرائض مستحيلة الحل مثل في الرياضيات يقول مستحيلة الحل في حاء هذا ما يوجد كل مسألة لا حل بإذن الله تمام لماذا ندرس الفرائض هاي الشيخ لو قال لنا قائل مثلا لماذا اخترنا أن تكون الدورة في الفرائض إيش هالفائدة ما الفائدة ممكن أن ندخل على برنامج الآن تقسيم تاريكات ودخل له المعلومات ويقسم لي التاريكة إنه جزء من العلوم الشرعية جزء من العلوم الشرعية إذن علم شرعي تمام ولهذا الرحبي رحمه الله عندما بدأ في الرحبية ذكر ذكر العلم أولا العلم الشرعي ثم ذكر سبب تعلم الفرائض لأن هذا العلم يعني اشتهر عند بعض الناس وهذا الحديث لا يصح إلى ما روى الحاكم وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلم الفراغ وعلموها الناس فالنمر مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن واختلف الرجلان في الفريضة فلا يجد دام ما يفصل بينهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه فلا يصح حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم يفقد العلوم كله تفقد نسأل عافية والسلام عندما يترك الناس العمل به ويرفع القرآن فلا بد أن نتعلم هذا العلم حكم تعلم هذا العلم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي على قول يعني بعض المناطق ترى يجب على بعض الأشخاص أن يتعلم الفراغ حتى يفصلوا بين الناس وتقسيم تركات يعني في بعض المناطق ما يعرف قسم التركات هم على الجاهلية الصلاة والسلام يعطى الدكور دون الإناث أيضا يا شيخ في الترجمة الآن في ترجمتك الآن يكتب فلان ابن فلان فرضي هذه منقبة يعني الآن يقول مثلا الإمام أحمد بن حنبل المحدث الفقيه الفرضي يعني أنت لو تنظر كم سنة هو تعب في تحصيل علم الحديد لكن علم الفرائض هذا ممكن يدرك فيه أسبوعين ولو طالب مشتهد ممكن فيه أسبوع واحد ويدرك هذا العلم والأمر السهل ولله الحمد فلابد أننا نشجع الناس ترى على تحصيل هذا العلم تمام طيب كيف نطلب هذا العلم اتفقنا أخذنا الآن نحفظ التطبيق أهمية العلم وحكم هذا العلم من وضع هذا العلم وضعه الله سبحانه وتعالى فريضة من الله كيفية الدراسة أخذنا أن تكون معك ورق وقلم تمرينات وتحفظ تضبط المسائل ما يمكن يا أخي أنك تأتي وتراجع مثلا يسألك بعض الناس يقول لك أذكر لي الفرض المقدرة في كتاب الله ترجع للكتاب ترجع الجوال هذا لا أصبح تمام إذا مشينا على هذه الطريقة إن شاء الله ننتج تمام إذن تكلمنا عن أهمية العلم الشرعي أهمية علم الفرائض وحكم هذا العلم كيفية الدراسة شوف الشيخ يقولوا أيضا في كيفية الدراسة لا تسأل في الفرائض ممنوع السؤال كيف ممنوع السؤال يعني الآن مثلا أقول لك سأتي معنا أول مسألة نأخذها زوج وعم شقيق مثلا فأنت لا تسأل تقول طب لو كان عندنا زوج وابن إيش تكون المسألة لا تسأل فتبدأ تمشي بدون سؤال تطبق على ما عندك تطبق على ما أخذت كل يوم يزيد العلم معك إذا انتهينا إن شاء الله من الدراسة تجد أن الأسئلة كلها محلولة محلولة أجيب عليها تمام فلا تسأل لا تستعجل امشي خطوة خطوة تدرج في علم الفرائض حتى تصل إلى آخر أمر تجد ما في الشيء تمام علم الفرائض ومجمل ما يكون في الفرائض سهل أو لا أنا بدأنا نسهل عليك الشيء خطوة سهل الشيء خطوة تمام إيه نعم فعندنا حديث واحد ألحق الفرائض بأهلها وعندنا ثلاثة آيات هذه أدلة أدلة يعني تستطيع أن نكتبني عليها علم الفرائض طبعا هناك بعض الأدلة أخرى ثانية لكن هذه أهم الأدلة إذا بدأنا نلخص الآن تمام كيف سنبدأ في الدراسة قال سنبدأ في الدراسة على الحديث ألحق الفرائض بأهلها إذن نبدأ بإيش بالفروق بالفروق ثم بعد هذا فما بقي فلأولى رجل ذكر تعصيل مفهوظ إذن سنبدأ بالفرق ثم التعصيل نعيد مرة أخرى إذن كتابنا هذا مثلا أو ما نريد نشرحه الآن في الفرائض باختصار قسم إلى كم قسم قسمين قسمين فرائض وتعصيل نبدأ بها أول وثم نثني بالتعصيل لماذا؟ لأن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء نعطي أصحاب الفروق بقي شيء أعطينا العاصر ما بقي شيء مع السلام وانتهينا تمام؟ تمام نمشي خطوة أخرى الآن حلاصة اتفقنا الآن متى يأتي دور علماء الفرائض أو من يقسم التركات قال في مقالي تدريه من تدوم كلمة تدوم هذه تلخص لك الأمور الواجبة عند الوفاء مثل مثلا عندنا في الحجة الآن قال ما هي السنة في أعمال يوم النحر كيف الرتب؟ قال رنحر رمي ثم نحر ثم حلق ثم طوار تدوم التاء تجهيز الميت تكفيني بالمعروف دون مبالغة لا مبالغة ولا تقتيل تمام؟ تدوم إذن أول شيء أجرة كفن وحفار مثلا بالمعروف تاء بعد التاء الدال الدال الديون الديون عندنا تنقسم الأقسمين دين معلق ودين مرسل تمام؟ ودين للآدمي ودين لله سبحانه وتعالى تمام؟ إذن نسدد الديون بعد أن جهزنا وكفلنا سددنا الديون سواء كان الديون معلقة أو مرسلة معلقة يعني برهن ومرسلة مثلا أخذت منك ألف ريال تمام؟ بدون رهن بدون شيء ودين لله سبحانه وتعالى عليك كفارات أيمان ونذور ممتاز؟ بعد الدال الواو الوصية بالثلث فأقل لغير الوارث الوصية بالثلث فأقل لكن لغير الوارث ما يوصي بالثلث ينزل عن الثلث وممكن بإذن الله في برامج آخر نتكلم عن هذه المسائل الوصية وكذا آخر شيء الميم الميراث إذن نحن آخر شيء في الأموال تمام؟ نجهز الميت ونكفنه ونصل عليه انتهينا من الأول بعدين ثم نأتي للديون أنت تريد من هذا الميت عشر آلاف ريال عليك كفارات أيمان ونذور كذا وكذا نأخذ من مال يبقى مال ننظر إلى الوصية الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل ثم بعد هذا نأتي إلى الميراث رتبنا الأمور الواجبة عند الوفاة في كلمة تدوم تدوم أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقال رفه سهل جدا تمام؟ تمام طيب بعد هذا أيش نريد أن نتكلم؟ نريد شيخ عندنا مهم جدا نعرف الوارثين والوارثات وارثين ووارثات وفروض المقدرة في كتاب الله وأصول المسائل هذا لو ضبطناها في هذه الحصة خلاص يكفي هذه المسائل اللي قسمنا ذكرنا الأدلة وكذا تمام الوارثين على التفصيل ليس على اختصار أفضل خذ التفصيل أحسن خلاص الوارثين من الذكور خمسة عشر شوفي آخي إذا العلم دخل مرتب بإذن الله متى شئت يخرج؟ مرتب مرتب دخل مشوش لن يخرج إلا إن شاء الله وهذا ليس علم لازم ترتب العلم أي شيخ يعني مثلا لو سألك سائل وقال أذكر لي أركان الصلاة إيش تقول تقول أركان الصلاة السجود على الظاه السبعة والتشهد الأخير وقراءة الفاتحة تقول هذا ليس بعلم لأنه غير مرتب هذا مشوش لكن طالب يقول لك أركان الصلاة القيام مع القدرة تكبيرها الإحرام قراءة الفاتحة تقول زاك الله خير حتى لو نسي ركن إيش؟ ذهب رتب العلم فالوارثين من الذكور أول شيء ترتبهم في الحفظ وحتى تسردهم بعد هذا فروع أصول حواشي الفروع هي اللي تتفرع منك الإبن البنت ابن البنت الأصول قال إيش أصلك؟ تقول أصلي فلان ابن فلان ابن فلان صحيح؟ هذه الأصول الأب والجد والأم والجدة تمام والحواشي الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام مفهوم الشيخ تمام الوارثين من الذكور الإبن وابن الإبن وإن نزل الأب والجد له وإن على الجد من جهة الأب وإن على خلاص جبنا الفروع وجبنا الأصول الآن نجيب من الحواشي أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وعم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب تمام والزوج والمعتق يلا تعيد أمرك لله عد لازم تحمل نشان نبدأ بالأصول نبدأ بالفروع الإبن وابن الإبن والنزل والأب والجد له وإن على أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وعم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب والزوج والمعتق خمسة عشر تمام من النساء عشر البنت وبنت الإبن والأم والجد لأم والجد لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة عشر المجموع كم؟ خمس وعشرين خمس وعشرين تمام يا أخي ترى أمور سهلة لا تخاف نعم سهلة نعم طيب إذن أخذنا الوارثين كم؟ من الذكور خمس وعشر ونساء عشر ونساء عشر تمام الفروض المقدرة في كتاب الله ستة الفروض المقدرة في كتاب الله ستة نصف وربع وثمن هنا نصف وربع وثمن نريد نحفظ على الترتيب نصف وربع ونصف النصف ربع ونصف الربع ثمن وهنا ثلثان ونصف الثلثان ثلث ونصف الثلث ستة شوف هكذا تحفظ نريد نحفظ على هذه الطريقة من أعلى إلى أدنى هنا عندنا نصف وهنا الثلثين نصف وربع وثمن ثلثان وثلث وثلث وسنمشي على هذا نذكر أول شيء أصحاب النصف ثم أصحاب الربع ثم أصحاب الثمن وهنا نذكر أصحاب الثلثين مقابل النصف صحيح؟ ثم الثلث ثم السدس تمام؟ تمام نصف واحد على اثنين وربع واحد على أربع هذا كتابة تمام؟ والثمن واحد على ثماني والثلثين اثنين على ثلاثة صح؟ والثلث واحد على ثلاثة والسدس واحد على ستة تمام؟ تمام إذن نصف وربع وثمان ثلثان ثلث سدس نعم الفرض المقدرة في كتاب الله كم؟ ستة 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 هذا علم أقول لك أركان الصلاة كم؟ أربعة عشر هذا علم ضبط وبعدا تسرد فالفرض المقدرة في كتاب الله؟ ستة النصف النصف هنا والربع والثمان هذا يمين وهنا الثلثان والثلث 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 تمام بعد هذا نذكر أصول المسائل المتفق عليها هذه الفرض المقدرة أصول المسائل عندنا سأشرح لك إيش معنى أصول المسائل الآن أنت أذكرها لي اثنين ثلاثة وأربعة ستة وثمانية واثنى عشر وأربع عشر هذه أصول مسائل احفظها كذب السلام لا تسأل قلنا لا تسأل الآن حتى ننتهي يلا بسم الله تعيد ثلاثة ثلاثة وأربعة وأربعة ستة ثمانية ثمانية واثنى عشر واثنى عشر واربع عشر واربع عشر هذه أصول مسائل متفق عليها فإحنا أي مسألة عندنا في الفرائض فيها فرض لا تخرج هذه المسألة أن يكون الأصل اللي فوق واحد من هذه الأرقام السبعة السبعة تمام ثلاثة واربعة ستة ثمانية واثنى عشر واربع عشر سبعة وصول المسائل المتفق عليها تمام؟ تمام الآن أسألك الاثنين هو الأصل الأول صح؟ نعم نصف الاثنين واحد والباقي واحد تمام الثلاثة ثلثة الثلاثة كم؟ واحد وثلثي الثلاثة واحد زائد واحد كم؟ اثنين تمام الأربعة اثنين ثلاثة اربعة نصف الاربعة اثنين وربع الاربعة واحد تمام تعالي الشتة نصف الستة ثلاثة تمام وثلثة الستة ثلاثة اثنين قسمة ثلاثة يعني اثنين تمام ثلثة الستة اثنين وثلثة الستة اربعة اربعة إذا تريد تعرف الثلثين خذ الثلث وضربه أثنين واشبع عليه ثلث ثاني أو إضره أثنين فالشتة نصفها ثلاثة وثلثها ثلث الستة وثلثيها أربعة وثلث الشتة واحد نسف الثمانية وربعة الثمانية ثنين وثم الثمانية واحد ثمانية على ثمانية واحد اثنى عشر نصف الاثنائش ستة وربع الاثنائش ثلاثة وثلث الاثنائش اثنين اثنائش على ثلاثة اربعة هذا ايش ثلث وثلثي الاثنائش تمانية تمانية تمام وثلث الاثنائش ثلث الاثنائش اثنائش على ستة نجلة 24 تخرج منها كل الفرض نصف الاربع وعشرين ستة وربع الاربع وعشرين أربع عشرين على ستة على أربعة ستة ستة تمام وثم الاربع وعشرين ثلاثة وثلاثة الاربع عشرين ثمانية ثلاثة الاربع عشرين ثمانية وثلاثة الاربع عشرين ثمانية زياد ثمانية ستة عشر تمام يبقى معنا ستسة الاربع عشرين اربعة اربعة ما شاء الله شوف الشيخ ثرائض لابد تحفظ جدول الضرب مو كامل لا برضو نخفه الى جدول الضرب اربعة سهل او لا من واحد الاربع فقط واحد مو محسوب تمام جدول اثنين والثلاثة والاربع لو ضبطت هذه الجداول الجداول الضرب الثلاثة هذه باذن الله تمشي في الفرائح والباقي ممكن على جوانك لكن لابد الان قلنا ما تستخدم الجهاز ولا الايباد ولا شيء نعيد مرة اخرى يا شيخ قلنا الفرض المقدرة في كتاب الله ستة وهي النصف هنا والربع والثومن والثومن الثلثان والثلث 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 تمام ووصول المسال المتفق عليها سبعة اثنين والاربعة والست اثنين وثلاثة ثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنى عشر واربع عشرين اليوم تخرج من عندي هنا تراجع هذا المسال كلها اينا تضبطها ضبط الدرس القادم أسألك عنها افشير ذن الله تمام اذا اخذنا الفرض المقدرة في كتاب الله ستة وصول المسائل سبعة متفق عليها سبعة تمام عندنا يا أخي أصحاب النصف خمسة أصحاب النصف خمسة هذا النصف هو شيء بعده ايش الربع اثنين أصحاب الربع اثنين واصحاب الثمن نوع واحد واصحاب الثلثين اربعة واصحاب الثلث اثنين واصحاب السدو السبعة كيف تضبطها عندكم شيخ ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذها مرتبة وقل هبا دباز العلماء يحسبوا الأرقام بالحروف أبجد ألف واحد فهم يقولوا هبا الها خمسة أصحاب النصب والبا أصحاب الربع اثنين والألف أصحاب الثمن والدال أصحاب الثلثين أربع ونرجع للبا أصحاب الثلث اثنين وإزاي أصحاب السدس ويأتي مع الممارسة أنت تحفظ هذا مثل اسمك بإذن الله تعالى فإذا عندنا سنبدأ بإذن الله قلنا بأصحاب النصب أصحاب النصب خمسة منفردين خمسة منفردين والنصف فرض خمسة أفراد منفردين خلاص الربع يقال أن هذا الربع يقال غرفة الزوجية غرفة الزوجية لكن ما يمكن يرث واحد منهم حتى يخرج الآخر صح؟ الزوجة عندما موت؟ أنت مات الزوجة والزوجة فأكثر عندما موت؟ الزوجة غرفة الزوجية لكن ما يجتمعها خلاص؟ الثمن غرفة الأرامل أسميها غرفة الأرامل ماتت الزوج وترك هذه الزوجة وكان لديه فرع والد تمام الثلاثين هم أصحاب النصف الثلاثين أصحاب النصف لكن إذا كانوا جمع دون الزوج فهنا سنقول مثلا في أصحاب النصف الزوج والبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت الأب هذول هم نفسهم أصحاب الثلاثين دون الزوج إذا كانوا جمع البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات وانتهينا خلاص أصحاب الثلث الأم والجمع من الإخوة لأم جمع من الإخوة لأم ذكور أو إناثة مختلفين أصحاب السدو السبعة سيأتي معنا بإذن الله تعالى تمام تمام طيب نرجع لأصحاب النصف وتعطينا لو عندك أسئلة أسأل الأسئلة الأولى لعلنا راجع فيها قليل طيب في أصحاب النصف شيخنا؟ خلي الأسئلة متبادلة بيننا أنت تعطيني أسئلة ونعطيك أسئلة تمام تريد نبدأ من البداية شيخنا ولا من الأسئلة؟ نبدأ من الأسئلة من البداية نعم طيب في بداية أقول سؤال أقل لماذا ندرس الفرائض؟ لماذا ندرس الفرائض؟ ذكرنا ندرس الفرائض لأنه علم شرعي والله سبحانه وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا من العلم وقل رب زدني علم وفضل العلم وشرف العلم يعني ما نستطيع نذكره في هذا العجال بعد هذا هذا العلم تقسيم التركات ودفع الخصومات قلنا بين الناس وأكثر الخصومات في العوائل بسبب الإر وفرضي لا تنسي هذا ونصف العلم ويفقد قلنا لا يصح في حديث تماما الله سليم طرح أنا الآن عكس يلا عندك شرع يلا بعده بعده طيب علم الفرائض لا يحتاج إلى ضبط ولا إلح لا أعوذ بالله كيف ما يحتاج ما تريد تتعب لا بد تتعب تمارين سبوع سبوعين تتهمنا لا يحتاج يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى تمارين نعم كراسة لازم نعم لا تسأل شيخنا أو لا لا أنت تسأل نعم الحقوق متعلقة بالتركة الحقوق متعلقة بالتركة قلنا جمعة في كلمة تدوم تدوم تجهيز الميت تكفيني الديون بالمعروف ثم الديون لله أو للآدم للآدم معلقة أو مرسلة معلقة برهن ثم الوصية بالثلث فأقل غير وارث ثم الميرات نعم تعلم علم الفراد شيخنا تعلم علم الفراد قلنا فرض كفاية إذا قام به البعض البعض هؤلاء هم من يقدر على تعلم علم الفراد لأنه ليس الكل صحيح نعم وقلنا لهذا في بعض المناطق يجب على بعض الناس أن يتعلموا علم الفراد حتى يعني يقسموا التركات نعم علم الفراد فيه حساب حساب سهل زيسير حساب جدول الضرب قلنا ثلاثة بس ثلاثة جدول الثلاثة واربعة بس نعم الله سير طيب شخنا ذكرنا الوارثين من الرجال قلناهم كم عددهم خمسة عشر على التفصيل لا تأخذ على اختصار وقلنا العلم مرتب يخرج مرتب يلا أسرد الأب البداية الفرع الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد له وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وآخ لأم والعم ابن أخ شقيق وابن أخ لأب والعم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عام لأب والزوج والمعتق تمام والنساء النساء ذكرنا عشرة يلا الابنة ما بنت البنت وبنت الابن وإن نزلت لا وإن نزل أبوها مو هي تمام وبعدين ثم الأم والجدة لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة إيش هالمعتقة؟ المعتقة يعني الآن مثلا يكون عند مرأة عبد رقيق تعتقه فأصبحت هي معتقة تمام والمعتق كذلك نعم يلا امشي بعد الفروض المقدرة في كتاب الله ذكرنا ذكرنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله ستة ونحفظها هكذا نصف وربع وثمن وثلثان وثلث 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 هكذا تعفظ ترتب لأنه سيأتي معنا نأخذ أصحاب النصف وربع ثم الثمن ثلثان وثلث وثلث وننتهي ننتقل إلى بعد الفروض المقدرة العصب وقلنا أن هذا العلم ينقسم إلى قسمين فروض نقدمها أول ثم بعد هذا تعصيب والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهله فما بقي فلأولى رجل ذكر وقد لا يبقى له شيء تمام وقلنا الآيات والأحاديث نختصرها في حديث واحد ألحق الفرائض وثلاث آيات آيتين في أول سورة النساء وآية في آخر هذه السورة تمام أحسن عليكم شيخ ذكرنا أصول المسائل المتفق عليها أصول المسائل المتفق عليها قلنا كم؟ محصورة في سبعة هذه متفق عليها في بعض الأشياء مختلفة وما نبغى نختلف أنا وإنت نبغى نمشي على اتفاق ونسحل المسائل ونمشي على قول واحد أحسن في أول الدراسة لا تذكر الخلافة الآن امشي على قول واحد دراسة واحدة وبعدين يأتي الخلافة إن شاء الله وإن شاء الله ما يكون خلافة تمام يل الثنين والثلاثة ثلاثة والأربعة والأربعة والستة وثمانية واثنى عشر واربع عشرين أرجع عليك الآن الاثنين نأخذ منها ايش نأخذ منها الواحد اللي هو ايش نصف نصف تمام إذن الاثنين ما فيها الا نصف وباقي تمام أو نصف ونصف تمام الثلاثة فيها الثلث والثلثان ما فيها نصف ما في كسر عندنا واحد ونصف ما يجي ما يجي إذن الثلاثة فيها الثلث والثلثان ثلث الثلاثة واحد وثلثان الثلاثة الثلاثة الثلثة الثلاثة ايو اثنين الآربعة فيها النصف نصف اثنين وفيها الربع واحد تمام ما شاء الله فيه تقدم الله حسنينك تمام الستة الستة فيها النصف النصف ثلاثة وفيها الثلث والثلث اثنين وفيها السدس وفيها الثلثين أربعة وفيها السدس واحد تمام الثمانية فيها النصف أربعة والربع اثنين بس والثمن والثمن واحد تمام تعالي 12 فيها النصف النصف والثلث 6 لا امشي في الترتيب نصف وربع وربع ثلاثة وثلثان والثلثان تجيب الثلث أربع والثلثين ثمانية والثلث والسدس والسدس السدس إلى 12 ثنين 24 فيها كل الفضل نصفها 12 وربعها 6 6 وثمنها 3 3 وثلثها ثمانية ثمانية وثلثيها 16 وستسها ستسها أربع ما شاء الله تمام يلا هات بعد الله سليكم يا شيخ لازم تبحث عن إنسان يشجعك يراجع معك فهمت؟ وتعطيه مسائل وكذا ما هي الفروض مثله مثلك شوف الآن يعني ترى أنا راجع معك الآن الله سليكم نعم الله يبارك وإياكم يا شيخ علم الفرائض علم سهل نقول للطلاب عندنا ما وجدوا من يدرس لكم الفرائض إلا أنا الله سليكم لأنه سهل علم سهل يا شيخ ليكم وإياكم الله يبارك فيك وإياكم ذكرنا شيخنا أصحاب النصف ذكرنا أنهم خمسة خمسة قلنا أصحاب النصف منفردين خمسة منفردين حتى تضبط زوج وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لا ترتب لازم ترتيب مهم تمام هم أصحاب الثلثان إذا تعددوا الزوجة تركوه نعم بنات أخوات شقيقة أخوات أخوات لا ترتب الشيخ تمام بعده ثم ذكرنا شيخ النصف إليكم أصحاب 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 الربع قلنا غرفة الزوجية زوج وزوجة فأكثر إلى أربعة صح وما يجتمعان أبدا في مسألة يعني ما ممكن تجد في مسألة زوج وزوجة من اللي مات إن شاء الله لا أبدا يمات يخرج واحد حتى يبقى الثاني ويريد تمام ثم ذكرنا أصحاب الثمن أصحاب الثمن هي قلنا غرفة الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الوارد تمام والثلثين ذكرناهم والثلث قلنا الأم والجمع من الإخوة لأم تمام نعم والسدس ذكرنا الجمع من الإخوة لأم ذكور أو إناث خلاص تمام بعدين أصحاب السدس سبعة خلاص الأب والأم والجد والجدة تمام وبنت الإبن فأكثر والأخت لأب فأكثر وولد الأم أخ أو أخت لأم منفرد خلاص هذور كم؟ سبعة أب أب أم جد جد بنت ابن فأكثر أخت لأب فأكثر ولد الأم هؤلاء أصحاب السد السبعة وقلنا كيف تضبطهم هبا دباز تمام؟ هبا دباز تمام يلا مشي خمسة اثنين واحد أربعة اثنين ستة سبعة تمام؟ الله سليك أتوقفني هنا يا شخص أصحاب السلس تمام بعده؟ بعده نبدأ في مسائل العصبة لا نبدأ في الزوجة الآن نبدأ في الآن نبدأ في الجد هذا كله مقدمات نبدأ الآن في العمل تمام؟ قال أصحاب النصف كم؟ أصحاب النصف خمسة 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 ايش؟ منفردين منفردين أول واحد الزوج الزوج متى يأخذ الزوج النصف؟ قال يأخذ الزوج النصف عند عدم الفرع الوارد وقال لا تقول عدم وجود قل عدم الفرع الوارد أحسن أسهل مفهوم الشيخ؟ صحيح كيف معدوم موجود؟ لا لا ترك هذا كله تقول عدم الفرع الوارد طيب ما هو الفرع الوارد؟ قال ابن بنت ابن ابن بنت ابن فأكثر واحدة فأكثر جتها مسألة شوف معي مسألة فيها زوج خلاص وابن معتق تمام؟ لازم يا شيخ التسطير دفترك مرتب مسطر كل شيء على سطر لأنه ممكن المسألة تبدأ من هنا تنتهي هنا في المناسخات ممكن تكتب في ورقة الخرائط هذه الكبيرة هذه اللي يكتبوا عليه الصكوك أي نعم فلازم الفرضي يعني تكون المسائل عنده مرتبة مسطرة بمسطرة كل وارث على سطر أصل المسألة فوق فتكتب الزوج على سطر وابن المعتق يعني هالك عن زوج وابن معتق معتق تمام نجل الزوج هنا قال يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث ما هو الفرع الوارث؟ ابن هل وجد في المسألة ابن؟ نعم هذا ابن؟ ولا ابن معتق؟ ابن معتق هذا ابن؟ معتق إذن ما هو ابن؟ هذا ابن معتق إذن ما في ابن؟ في بنت؟ فأكثر؟ لا يوجد بنت ابن ابن فأكثر؟ لا يوجد بنت ابن فأكثر؟ لا يوجد إذن توفرت الشروط إذن نكتب عنده هنا نصف نصف على يمين الزوج نكتب نصف تمام النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائضة بأهله أعطينا صاحب الفرض وهذا العاصب إيش نعطيه؟ الباقي با إذن تكتب عنده إيش؟ با يعني باقي هنا بنكتب في السبورة عندنا وصول المسألة المتفقة عليها يا هات 2 3 4 6 8 12 24 دائم خليها فوق في السبورة ما هو أقل عدد يخرج منه النصف الباقي؟ 24 أو 12 أو 8؟ 2 طبعا وإن تكون من أصلها تصحوا فتركوا تطويل الحساب ربحوا لا تطول علينا أقل عدد 2 ليش تعطينا 4 أو 6 أو 8 أو 12 أو 24؟ مثل ما يقول إذنك من أين؟ صح الشيخ؟ طيب إذن أصل المسألة تكون من كم هنا نكتب فوق؟ من 2 2 تمام ما شاء الله نصف الـ 2 1 نكتب أمام الزوج 1 والباقي دي من المتق انتهينا شفت المسألة ما حلها؟ سهلة؟ سهلة يا شخص تمام مسألة ثانية زوج وعم شين؟ يعني عم شقيق شقيق تمام امشي خطوة خطوة يا شخص لا تستعجل اقرأ الشروط الزوج يأخذ الزوجة النصف متى؟ إذا لم ينت فرع والث عدم الفرع والث ما هو الفرع والث؟ ابن بنت ابن ابن وبنت ابن فأكثر هل يوجد ابن؟ لا يوجد بنت ولا يوجد ابن ابن؟ لا يوجد بنت ابن؟ ولا يوجد اش نعطيه؟ نعطيه النصف سهلا شوف اذا اخطيت في الفرعيث تعطي من جابك الخطأ في الفرعيث ما يقبل انتبه هذا نصف والعم ما يأخذ؟ يأخذ الباقي باقي أقل عدد؟ اثنين تمام نضع خط كذا ونحط اثنين فوق على السطر نصف الاثنين واحد والباقي للعم الشيخ انتهينا الفوم الشيخ؟ واضح شخ تمام الآن عندك تمارين تتدرب عليها لازم تمارين الزوج أعطيك أمثلة زوج وابن معتقة اشي يأخذ الزوج؟ النصف المسألة من كم؟ من اثنين النصف يأخذون؟ الزوج والباقي واحد زوج واخ شقيق الزوج النصف المسألة من اثنين الزوج الواحد واخ شقيق والباقي طيب ممكن يجيك واحد يقول لي اخي اخ شقيق هذا قل ليش اخ شقيق؟ وين العصبة ما لنا علاقة ما في عندنا ابن ولا بنت ولا ابن ابن طيب ممكن يسأل لو جاء ابن نقول لا تسأل الآن سيأتي بإذن الله مفهوم الشيخ إذن عندك الآن تمرينات تدخل عليها وتكتبها تمارين إيش الزوج مفهوم تمام بعد الزوج من يأتي البنت البنت توقع تسأل عن الزوج المسألة ذكرناها يا شيخ نريد أن نأخذ المسألة من الكتاب من الكتاب طيب قال إذا كانت المسألة فيها زوج وابن رقيق ابن رقيق ها تمام يقول مسألة فيها زوج وابن رقيق وعم شقيق عندنا أسباب الإرث ثلاثة وموانع الإرث ثلاثة أسباب الإرث ثلاثة أي إنسان يريد يرث من آخر لابد يكون عنده طريق سبب أفهم فجاءتنا مرأة وقال مات قالت مات هذا الرجل أريد أرث منه عندك سبب قالت نعم من أنت قالت أنا زوجة إذن إيش الزوجة عندها سبب فأسباب الإرث ثلاثة نكاح وولاء ونسب نكاح عقدة الزوجية الصحيح ويرث به الزوج إذا ماتت الزوجة والزوجة فأكثر إلى أربع إذا مات الزوجة انتهينا من الأول هذا هذا إيش نكاح النكاح الثاني ولا ما هو الولاء قال هي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه ابن عمر رضي الله عنهما كان عنده عبد وهو نافع رضي الله عنه تمام عندما ابن عمر أعتق نافع أصبح ولا نافع لمن لابن عمر مثل النسب عصوبة سببها نعمة المعتق والمثال هنا عندنا من هو ابن عمر رضي الله عنه على عتيقي وهو نافع مفهوم يا أخي تمام فأنت الآن تورث من المعتق أو المعتق نورث المعتق معتق تمام لأن هذا ليه فضل على هذا هذا ما ليه فضل على هذا تمام إذن الثاني الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيق الثالث النسب القراب ويرث به الفروع والأصول والحواشي عندنا ذوي الأرحام هذا مبحث سيأتي معنا وهذا أسألة أسألك عنها أقول لك عم الشقيقة تارث أو لا لا تارث لا تارث مفهوم ابن أخ لأم لا يارث لا يارث جد أبو الأم لا يارث مفهوم لازم تضبط الوارثين والوارثات بهذا إذن أسباب الإرث ثلاثة نكاح ولا نسب ممكن يكون عنده السبب لكن يطرع عليه إيش مانع يمنعه من الإرث إذن متى يأتي المانع بعد قيام السبب لكن هل أنا ممنوع من الإرث منك؟ لا طبعا أنت يعني عائلة وعائلة أخرى فما يأتي ما يمكن أن تقول أنت ممنوع من الإرث تقول أصلا أنت ما عندك سبب حتى يقوم مانع صح أو لا؟ نعم فالموانع عندنا هنا ثلاث موانع رق وقتل واختلاف دين رق وقتل واختلاف دين الرق لو كان مثلا عندنا إبن رقيق مثل هذه المسألة لو ورثنا الرقيق الرقيق هو بأكمل ملك لمن؟ للسيد والسيد أجنبي عن من؟ عن الإرث صحيح؟ فلماذا نورثه؟ ما نورثه أصلا إذن الرق خلاص عجز حكمي عجز حكم الأحكام يعني هو ما يستطيع يعني مثلا يمتلك يعني هو مملوك عبد تمام عجز حكمي سببه الكفر وسيأتي تفصيل إن شاء الله في المرحلة الثانية إن شاء الله سبحانه وتعالى الرق والثاني أش القتل من استعجل الشيء قبل أواني عقب بحرماني وهذا لو أنفتح الباب وهذا تدل يا أخي على عظم هذه الشريعة أفهم الشيخ؟ إنه ممكن واحد يرى أنه أحد أقاربه وآلده أو كذا عنده مال وقال ما يعطيني ماله أقتله وأرث لا ليس للقاتل من تركة المقتول شيئا تمام؟ ما يرث تمام القتل الثالث اختلاف الدين فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم انتهينا؟ انتهينا هذه الأسباب ثلاثة وهي النكاح النكاح والولاء والنسب والموانع ثلاثة الرق وقتل واختلاف الدين فجاءت هنا مسألة قال فيها زوج وابن رقيق طبعا لو كتب ابن يعني حر تمام؟ وعم شين يعني عم شقي هل يوجد في المسألة ابن؟ لا لا لأنه بالرقيق هذا وجوده كعدمة موجود معدوم ما بينه فائدة أصلا بنحط عليه خط فهمت؟ صفر ما يأخذ شيء ولو أثر في الإرث شيء تمام؟ فيه ابنت؟ فيه المسألة هنا فيه ابنت؟ ناوجد ابن ابن؟ ناوجد ابنت ابن؟ ناوجد لا إذن إيش يأخذ الزوج؟ النصف النصف هو العم الشقيق؟ له الباقي المسألة من؟ اثنين نصف واحد والباقي واحد يلا بسم الله طيب زوج أنا والله ما أود أكثر عليك طولنا عليك بعدين الدرس الدرس القادم إن شاء الله تسمع كل شيء أبشر شيخ الله حسن كان الله في عونك حتى ننتهي من هذا البطل الله يبارك بك طيب قال هالكة عن زوج وأب زوج وأب وأب فيه ابن لا يجب بنت لا يجب ابن ابن لا يجب بنت ابن لا يجب أشي أخذ؟ النصف والأب الباقي أمشي زوجة وأبن المعتقذة أخذناها تمام زوج وأخ لأب زوج وأخ لأب فيه ابن بنت ابن ابن بنت ابن لا يجب نصفه باقي بعضه شوف تسهل معاك المسائل أنت شيخ بعض الناس يقول يا أخي هذه مسائل سهلة يا أخي سهلة حلها حتى ترسخ المعلومات عندك نعم زوج وأبن قاتلة وابن رقيق الله المستعى المهمة على أن بنت القاتلة وجودها مثل عدمها صح؟ صحيح والثاني من هنا الابن الرقيق ألا بنت قاتلة وابن رقيق هذا وجودهم مثل عدم كلهم بعدين في葬 الزوج ياخذ النصف نعم الزوجة النصف تمام بعده أخ شقيق أخ شقيق هو باقي نعم طيب زوج رقيق وأخ شقيق زوج رقيق وأخ شقيق زوج رقيق وأخ شقيق ما يرث الزوج الرقيق تمام قام به معنى طيب قام به معنى إذا ما يرث بعده زوج وابن ابن أخ شقيق ابن ابن أخ شقيق الزوج النصف وابن ابن أخ شقيق الباقي ما هو ابن ابن هذا ابن ابن أخ شقيق لأننا قلنا الأخوة وبنوهم نعم طيب الزوج وأخ لأب زوج و أخ لأب الزوج النصف و أخ لأب الباقي تمام طيب أنتتت الزوج و البنت لا البنت إن شاء الله في الدرس القادم شوف يا أخي الآن لابد من ضبط هذه المسائل تراجعها لي درس القادم إن شاء الله تعالى أسألك عن هذا اللي أخذنا كله طيب يلا أعطينا على عجالة أخذنا علم الفرائض أهمية العلم الشرعي و أهمية علم الفرائض و حكم تعلم علم الفرائض أسباب الإرث و موانع الإرث و الوارثين و الوارثات و الفروض المقدرة في كتاب الله و أصول المسال المتفق عليها سبعة و أخذنا من يرث النصف قلنا خمسة و من يرث الربع و من يرث الثمن و الثلثان و الثلث و الثلث صح؟ صحيح تمام والأمور الواجبة عند الوفاء أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقال و قلنا تحفظ لنا جدول الضرب 2-3-4-4 تمام شوف يا شيخ تساعد معي بنمشي أبشر لنا ما يمديك خلنا نوقف لا لن نرطيب إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أمور سهلة و لابد أن نسهل عن الطلاب حتى يدخلوا معنا في الدراسة إن شاء الله تعالى و بإذن الله سترى إذا جل الغبار أفرص ركبت أم حمار أسأل الله سبحانه وتعالى بمني و جودي و كرمي أن يريني حقه حقا و سأتباعه الباطل و سأتباعه اشتنابة أزاك الله خير سامحني لو أتضاول عليك تحملني و أتسامح في آخر شيء خبرهاتكم شكرا الله أحسن عليك الله بارك فيكم